بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الخلق أجمالي أنا طلع النهاردة في الفيديو ده علشان بوضح أن أنا بعد ما عملت الفيديو بتاع السنة اللي فاتت اللي كنت برد فيه على المدعو عماد ويليام ده اللي كان بيتهم المسلمين باختطافي واتهم بعض الزملاء والزميلات في العمل اللي هي أنهم خطفوني وكده فأنا طلعت في الفيديو في الفيديو ده وضحت إن لم يحدش خطفني والمسلمين ما بيخطفوش حد ولا أي حاجة بس فطمعا بعد كده أنا عايز أقول سبب انقطاعي عن الفيديوهات أو تسجيل أي فيديوهات الفترة اللي فاتت دي علشان كنت بدمع معلومات عن الإسلام وده من الحقي لازم أعرف أنا أوقف على قرض الصلبة لازم أعرف إيه الدين الجديد اللي دخلته أتأكد أتيقا إن أنا فعلا خطيت خطوة صح والحمد الله رب العالمين أتأكدت تماما استفدت الفترة اللي فاتت طبعا من حضوري المناظرات اللي كانوا بيعملوها الأخوة في قنوات اليوتيوب الأخوة المشهورين طبعا زي أستاذ محمد نصيف أستاذ أحمد سليمان أستاذ رودة قاقيلة أحمد سبيع ناس كتير ودكتور موقو السكاري مجموعة كبيرة الحمد لله يا رب العالمين أنا استفدت منهم تماما استفادة يعني أحب أقول طبعا أن المسيحيين أو النظارة بيدعوا أن دينهم دين محبة أنا عايز أقول لكم الكلام ده ملوش أي سبيل من الصحة لأن هو لو دين محبة وزاي ما بيقولوا أحب أعدائكم باركوا لعنيكم الحسين وقلموا بديوكم كان من باب أولا يحبوا بنتهم بالهو أنا يعني بالعكس تماما أول ما نقدتهم في الدين وخالفتهم سباب شتيمة اتهمات في الشرف كل ده واضح بالتعليقات في الفيديو وحاجات كتير قوي أنا مش قادرة أقول لكم عليها فهما لا محبة ولا بيحب ولا عمرهم هيعرفوا يحبهم بس بيبينوا للناس أنهم كيوت كده لكنهم ولا بيحب ولا بيعرفوا المحبة أصلا وبعدين يعني أنا طبعا هواعدكم الأيام اللي جاية أن أنا هعمل بديوهات هواضح فيها تاني هارجع على التناقضات في الكتاب لأن أنا مش هبطل التناقضات في الكتاب المقدس وهتناول بعض الشبهات اللي كانت بسمعها وأنا مسيحية الشبهات اللي كانت بتلقى على الإسلام وكانت بتخوفني إن الإسلام مدين إرهاب لأدول بيستحلوا اغتصاب النساء مالهم وعرضهم غنيمة حاجات كتير بتكششنا من الإسلام نسمحها بأن نرضحها أساسا في الكنيس فالكلام ده أنا طبعا هارد عليه في بيديوهات وباستفادة علشان أعرف الضحايا اللي هم المسحيين الضحايا المغيبين مخطوم على قلوبهم إيه الحقيقة وإلا الله وعسى ربنا هديهم إن شاء الله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة